يا سلام أوقاتكم مشاهدين ومتابعين أهلا وسهلا فيكم مكملين مشوارنا ورحلتنا في ظل الأوضاع الصعبة اللي بعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني وفي ظل هذا السواد والحزن لكن هناك في أمل كبير جدا بفرساننا الذين أتقنوا فن أداء الرسالة التعليمية وأكبر سلاح لدى شعبنا الفلسطيني هو سلاح التعليم اليوم مشاهدين ومتابعين أبناء طول كرم أينما حلوا وأينما كانوا دائما يرسمون الإبداع اليوم من المتفوقين من مدينة طول كرم إلى مدينة بيت لحم نلتقي الطالب زين عبد الله أبو هنطش الحاصل على معدل 99.4 في الفرع العلمي والثاني على مدينة أو محافظة بيت لحم يعني نفتخر بمثل هذه الهامات ولكن كما قلنا هذا لقاء خاص كونه من أبناء مدينة طول كرم ولكن يسكن في مدينة بيت لحم وكما قلت أبناء طول كرم أينما كانوا ويحلوا هناك الإبداع عنوانهم ونفتخر بهؤلاء من هذا الوجع والألم الذي نعيشه لا بد أيضا أن نقاوم ونتحدى من خلال رسالة التعليم الذي نملكه ولا نملك غيره والدعاء دائما لأهلنا في غزة الشفاء العاجل لجرحان الفواسل الحرية لأسرانة والرحمة كل الرحمة للشهداء الأكرم منا جميعا 39 ألف طالب حروم من تأدية امتحان التنوية العامة هناك من استشهد وهناك من أيضا جرح وأيضا هذه الرسالة واضحة بأننا بالتعليم نكمل المشوار ورغم أن الفرحة منقوصة لكن لابد أن نفرح لنهدي هذه الشهادة لمن يستحكون الشهادة من أبناء أهلنا في غزة وفي كل مكان الشهداء الأكرم منا جميعا اليوم مشاهدين متابعينا زين عبدالله ابو هنطش الذي أبدع ورسمه ومشاء الله عليه يعني هو يعني من شكله مباشرة بتعرف أنه إيش إنسان ذكي ويستحق النجاح والتفوق يعني اليوم بيض وجهنا في محافظة بيت لحم وبمعدل تسعة وتسعين وأربعة في الفرع العلمي والثاني على محافظة بيت لحم أول شي زين اسمك زين وحتى أرقامك في النجاح زين تسعة وتسعين وأربعة مبروك الله يبارك فيك والحمد لله على كل خير هذا توفيق من رب العالمين طبعا السلام لشعبنا العظيم في غزة وفي الضفة في بيت لحم كل كرم والرحمة للشهداء بالبداية بعد ما نحمد ربنا بحب أشكر والدي على جهودهم العظيمة معي فأنا في كل صلاة إذا قرأت فتحت الكتاب وبلشت بالحمد لله رب العالمين كانت أعظم نعم وأول نعمة أستذكرها هي نعمة والدي حبيبي علي وإذا أكملت في الرحمن الرحيم كانت أحلى وأحب رحمة من ربنا علي هي قرة عيني إني والدتي حبيبي قلب طبعا هذا كله هبة من رب العالمين وإن شاء الله ربنا يوفقني على إني أستثمر هاي الهبة لتكون نعمة على نفسي وعلى أحبابي وعلى وطن الحبيب كيف في ظل هذا يعني هالألم والوجع والمشاهد اللي منشوفها كيف سنع عصيبة جدا الأجواء الدراسية دعم والدك وولدتك أيضا خلال هذه المسيرة في ظروف صعبة وقاسية إشنا صحيح بعد ما بلش العدوان الهمجي تغيرت الحياة كلها إن كشف الغطاء الحقيقي للعالم وبالتأكيد بالبداية الإنسان بنفر عن التعليم بنفر لأنه بشوف كل القتل وكل المعاناة اللي بعانوها الناس في غزة واللي بعانيها أيضا ناس في الضفة في مدن الضفة وفي طول كرم لكن بالنهاية نيقن مثل ما أيقن أجدادنا أيام التمانية وأربعين إنه الإنسان ممكن يخسر حياته ممكن يخسر أهله ممكن يخسر أمواله وأراضيه لكن مستحيل يخسر العلم اللي بكتنزه في قلبه وفي روحه اللي ممكن يخرج فيه بمساعدته من تحت التراب ويعمر فيه فالحمد لله أكيد كانت ظروف صعبة إحنا بنعمة طبعا وبظروف أسهل من غيرنا لكن طبعا قلوبنا مع أهلنا في غزة وفرحتنا مش بس منقوصة فرحتنا يعني أملنا ورحتنا بالنجاح حي نهديها كلها لإلهم إن شاء الله تنفك الأزمة ويوم من الأيام نجتمع كنا سلمين غنين في عز وسلام إن شاء الله والجرح نازف لكن من هذا الجرح هناك تحدي كبير جدا إهداء إلى أرواح الشهداء وإن شاء الله تعود فلسطين كما كانت بالسابق السلام والوئام ويعود طلابنا في غزة ويكون على مقاعد الثانوية العامة التي تكتب الفرحة خاصة أنه كانوا أوائل أيضا غابت غابت ولكن نالوا الشهادة الأكبر والأعظم كانوا متواجدين معنا ودائما من الأوائل على الوطن كانوا من أهلنا من غزة ولكن إن شاء الله القادم أجمل وأعظم إن شاء الله يعني كمان خيارك للمستقبل يعني بدك تكون زي والدك ولا شو خيارك توجهك يعني بشكل عام صحيح مثل الوالد على خطى الوالد والوالدة كمان اللي هو الطب البشري التخصص مش متأكد لكن ممكن أيضا طب العيون هو حاليا يعني حسب ما نشوفه تخصص مستقر في البلاد وطريق واضح بمساعدته وإرشاد الوالد طيب كمان إنت لمين بتهدي هذا النجاح عن جد اليوم فرحت أهلك رغم كل الصعوبات والسوادي اللي موجود في وطننا بس دخلت فرحة لكلوبنا ويعني عمرنا شوي 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 تبياض في صفحة جديدة رغم السوادي اللي لفنا كمان طبعا النجاح بالأول مثل ما قلت كل قطرة من هاي النجاح هي ملكي وأنا ونجاحي ملك لأمي وأبوي لوالدي وطبعا سائر أقربائي وعيلتي وأصدقائي وأكيد أساتفتي كان في المدرسة زملائي كمان وتيه لهم كمان تحيي لمدرستك كمان طبعا تحيي لمدرستي على يعني هاي كان مشوار طويل معهم الحمد لله خلصنا بنجاح وتفوق ولأساتفتي واحد واحد بكل المواد وبكل التخصصات كلهم كانوا مساندين ومتفاهمين في كل الأوقات شكرا لهم يعني وطبعا ما في كلمات بتكفي لشكر أي شخص من هؤلاء الأشخاص ما شاء الله عليه ما شاء الله هو زين ومزين الكلام مية بالمية لكن زين كمان كلمة في آخر سؤال كلمة لمن لم يعيشوا دور الفرح كما فرحة والدك ووالدك في هذا اليوم لمن غاب عنهم الفرح في ظل يعني ما اكتمل عندهم وما نجحوا يعني شو بتحكينهم اليوم بالبداية فرحة النجاح هاي من أحلى الفرحات وبتمنى كل الناس كل الأهالي كل الطلاب يعيشوا حلوتها وهي مستمرة لكن دايما لازم نتذكر أنه ما نفقد الأمل أنه التكرار ونعيد ونستمر يعني إذا الشعب الفلسطيني هو منه حيكون من اللي بيفقد الأمل واللي ما بيثابر مين حيثابر يعني أعلام المثابرة والصمود والتفاني والاستمرار لآخر لحظة لآخر نفس في أنك تعمل اللي عليك أكيد الواحد بحزن إذا ما اكتملت الفرحة من أول مرة والحزن ضروري الحزن بتولد منه القدرة والعزيمة على أن نوصل للفرح والنجاح لكن الحزن مهم وموجود لكن ما بدنا اليأس فالحزن مع العزيمة لكن لا لليأس أشكرك ما شاء الله زين عليك مبارك يا زين ما شاء الله متحدث ومتكلم ولا كيف بيجي وتسعة وتسعين وأربعة دليل أنه يعني ما شاء الله عنده القدرة والتحدي والإصرار والكلمات الرائعة للتحفيزية اللي بتعطي طاقة ولما تحدث عن الناس اللي ما حلف الحظ قال من الحزن من الممكن أن يكون هو طاقة إيجابية لتكمل مشوار وتنجح ولا تتوقف عند حدود مهما كانت الخطوط حمراء يعني دكتور أول شي مبارك لزين وهذه فرحة كتير مبسوطة لأنه هو مفتخر فيه من طول كرم واليوم سكان بيت لحم عشان هيك عملنا اللقاء الخاص طول كرم واليوم هما في بيت لحم فعشان هيك احنا نفتخر أنه طالب من طلابنا ومن أهلنا من محافظة طول كرم بسكن في بيت لحم وجاب الثاني على المحافظة يعني دكتور أول شي مفخرة لما نشوف أبنائنا وإشي كبير جدا مفخرة مش زي السنوات السابقة كون أنه احنا منعيش في مرحلة صعبة جدا وأنه أبنائنا يتحدوا يجيبوا هاي العلمات صحيح الوضع صعب جدا وأول شي منبدأ عن جد بمشاعر المحبة والمعزة لأهلنا بغزة خصا نحرموا من الامتحان أنا بعرف شخصيا يعني كثير طلاب متفوقين وشاطرين وانحرموا من هذا الامتحان شعرين كيف شعورهم هسا خاصا ما يشوفوا النتائج ويشوفوا الطلاب اللي نجحوا هيك فيعني عن طريق قناتكم الرائعة واللي احنا شاكرين لهم وصولهم لنا هون لبيت لحم وتعبهم عشان نعمل هاللقاء من هاي القناة منرسل لهم مشاعرنا العميقة جدا جدا معهم وحبنا الكبير لهم ومنتمنى من كل قلوبنا يعني احنا نفس الاهل ونفس المصير نفسنا يعني نسمع الاخبار المنيهة ان شاء الله وتوقف الحرب عليهم وتهدى الامور وترجع الاوضاع احسن واحسن ويصير يا رب الخلاص للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشعب عانى له سنين طول عمره يعانى من اول نوعين على حياتنا واحنا من معاناة لمعنا لكن الحمد لله الفلسطيني دايما واقف ودايما متعلم وهو اللي علم في كل الدول العربية وهو اللي علم في الخليج وهو اللي بيعلم في اوروبا وهو العالم في امريكا وهو العالم في بريطانيا وفي كل العالم فالشعب الفلسطيني عارف قيمة العلم ومقدره ويشتغل عليه وهذا هو كأنه الطريق الوحيد اللي صفى إلنا اللي هو طريق العلم والتعليم فنحنا دايما هيك ودايما موجودين هيك وان شاء الله ربنا بساعدنا واكيد رح يجي يوم الخلاص من الاحتلال ومن الظلم اللي احنا عايشين فيه دكتور كلمة اخيرة ايضا ما تتوجه لهذا الزين الابيض اللي اجعله فرص ابيض وبيضها الحياة رغم كل هالسوادي اللي موجود زين الحبيب ولد بصراحة شو ولد هذا زلمي زلمي على رأسه متفوق في كل شيء ما شعرنا بتعب اثناء دراسته في التوجيه ما عمره اقلقنا او عمره زعنا على العكس كان الموضوع جدا مريح كان انسان هادي ورائع شاعر في الاوضاع كلياتها شاعر في الاوضاع السياسي شاعر في كل اشي شاعر مع شعبه فخور جدا فيه كالعادي دايما فخور فيه بكل اشي وربنا يوفقه ويوفقه دايما لا اشي احسن وان شاء الله بشوف ايام احسن هو وكل الشباب اللي متلوه تكون ايامهم احسن من الايام اللي راحت يا رب اشكرا لكم شكرا لكم الله يساعدك شكرا لكم مشاهدي متابعينا في هذا البث الباشر كمان لننسى الجانب المشرك والمضيء والمكمل ايضا اللي ما هي حابة تطلع على الشاشة والدته كمان كل التحية الى لان المحور الرئيسي ايضا في البيت الاب دائما في عمله ورغم انه هي ايضا تعمل لكنها هي المحور الرئيسي والركيزي لمتابعة الابن زين واحنا بنشكركم مشاهدين ومتابعينا بنشكر كل فرسالنا اللي فرحونا مؤقت كمان في فرحة منقوصة وكمان انا على البث المباشر هناك شايف تحية وتهنئة من عصام جمعة للدكتور عبدالله ابو هنطش ولا ابن زين مش شيها يا عصام مش مشكلة ودائما منتمنى لفرسالنا مستقبل واعد وايضا انجاز اخر في الجامعة نتمنى لزين انه هو زين هو بداية الطريق فرش ان شاء الله الطريق بالزين لاشياء جديدي متجددي فيها فرح وفيها عظمي فيها حرية فيها استقلال لانهم الاصل لبناء المستقبل القادم اللي احنا انتظرنا طويلة وان شاء الله رح يكون قريبا مبارك لزين مبارك لدكتور عبدالله وايضا لزوجته ومشاهدين متابعينا مبارك لكل الناجحين مستمرين معكم في هذه اللقاءات المتميزة بفرسان وهم قادة المستقبل في العلم والتعليم اللي هم الرسالة الاهم اليوم لنبني هذا المستقبل اللي احنا منحنا فيه دائما منشهد دائما خلاص من الاحتلال واقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها الكسي الشريف شكرا لكم مشاهدين متابعنا شكرا لزميلي من وراء الكاميرا عبدالزغلون في البث المباشر فادي بدير ومني انا منتصر العناني ونكملين معكم من خلال شاشة الفجر الجديد لقاء نجوم في السماء في سماء الوطن اليوم في بيت لحم مع آآ آآ ابطال آآ الثانوية العامة اللي منتمنى المتوفيق في الرحلة القادمة وهي الرحلة الجامعية